عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات المرافق على مستوى الجمهورية خاصة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة وخلال الاجتماع وجه رئيس الوزراء بمنح التيسيرات المطلوبة للمصنعين لتوطين صناعة المعدات والألات والطلمبط وتأكيد على أهمية أعمال الصيانة وحسن إدارة محطات مياه الشرب والصرف الصحي وذلك للحفاظ على الاستثمارات التي تم دخوها في هذه المشروعات كما تم تطرق خلال الاجتماع إلى الموقف المالي للشركة القابدة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات القابدة وكذا موقف حل التشابكات المالية مع الجهة الحكومية المختائفة